السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات الكرام وأخواتي فاضلات معكم مصر صادق ما زلنا مستمعين معكم في كورس الديجيطال لوجيك ديزاين أو التصميم المنطقي الرقمي ووصلنا إلى واحد من المواضيع المهمة جدا اللي هو التعبير عن الأرقام بمختلف الأنظمة يعني النظام الثنائي النظام الثماني السوداسي العشري السوداسي عشر وهكذا بصورة عامة حتى نقدر نفتهم شل الفرق مع بين الأنظمة نأخذ الصيغة العامة للتعبير عن كل الأرقام بكل الأنظمة يعني بكل الأعداد بكل الأنظمة اللي هنا راح نسميهن الـ Base R يعني الـ Base 1, Base 2, Base 3, Base 4, Base 5 يعني نضاب الأعداد مثلا للـ Base 2 مثلا معناته هو النظام الثنائي يعني أو ذو الأساس الثنين اللي هو فقط يحتوي على قيمتين 0 و 1 إذا قلنا Base 3 فهو معناته النظام الثلاثي الذي يحتوي على ثلاثة الأعداد اللي هي 0 و 1 و 2 Base 5 معناته النظام الخماسي اللي هو يحتوي على خمسة أعداد اللي هي 0 و 1 و 2 و 3 و 4 وهكذا النظام السوداسي الثماني العشري وهكذا وبقية الأعداد بصورة عامة كل عدد من هذه الأعداد في كل واحد من هذه الأنظمة نستطيع التعبير عنه بالطريقة التالية يعني باستخدام هذا القانون العام العدد X طبعا يحتوي على جزء كسري أو عشري اللي هو يكون بعد الفارزة أو على يمين الفارزة هذه الـ Dot النقطة اللي هي بالحقيقة الفارزة العشرية أو الكسرية باللغة الإنجليزية طبعا راح تكون هي عبارة عن Dot فكل اللي موجود على الجهة اليمين هي الكسور الأعداد العشرية يعني أو الأجزاء العشرية بالعشرة بالمئة بالألف بالعشرتالاف وهكذا وكل اللي موجود بعد الفارزة إلى اليسار هو بالحقيقة الأعداد الصحيحة يعني مرتبة الأحد العشرات المئات أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف وهكذا البقية فعندما نريد التعبير عنه عدد نقول بأنه عدنا X not اللي هو الآحد X1 العشرات X2 يعني المرتبة الثالثة المئات X3 X4 X5 إلى Xn-1 N-1 شنو هذا يعتبر هو يعني آخر مرتبة للأعداد اللي هي تعتبر الآن هو عدد المراتب أو عدد المراتب لهذا العدد بجهة الأعداد الصحيحة بالجهة الكسرية نفس الحال أيضا أدنا X-1 اللي هو بالعشرة X-2 بالمئة X-3 بالألف وهكذا بالنسبة البقية وصولا إلى X-M حيث أن M تعتبر عدد المراتب اللي موجودة بعد الفارزة في جهة اليسار أيضا حتى نقدر نحسب قيمة هذا العدد في النظام العام يعني في البيس R مهما كانت R نجي نقول بأنه هذا المقدار الأول مقدار X not هو بالحقيقة قيمة X not في R الصفر يعني قيمة العدد اللي موجود في المرتبة مضروبة في الأساس لهذا النظام X 0 ليش X 0 لأنه أي شي X 0 هو قيمة 1 يعني هذا المقدار هو راح يكون نفس قيمته مهما كانت في كل الأنظمة 1 2 3 15 إلى آخره فالعدد الأول بالجهة الصحيحة بالجانب الأيسر من الفارزة مضروبا في الأساس X 0 زائدا العدد الثاني مضروبا في الأساس X 1 زائدا العدد الثالث مضروبا في الأساس X 2 وصولا إلى العدد الأخير مضروبا في الأساس X 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 زائداً X-3 في R-3 وهكذا إلى النهاية X-M في R-M طبعاً هنا نعرف أن الأسس السالبة معناتها هي تقسيم يعني كأنه هو X-M تقسيم R-M فهذا أيضاً رح نشوفها إن شاء الله رح نأخذ مجموعة من الأمثلة عن هذا الموضوع الآن رح نفتح فد Whiteboard نوضح بها الفكرة لمجموعة من أنظمة الأدات طبعاً R مثل ما ذكرنا هو الأساس الأساس لأي واحدة من هذه الأنظمة يعني هنا إذا قلنا باختصار أنه إذا أردنا أن نعبر عن العدد 55 بالنظام العشري اللي هو هذا الشيء الطبيعي اللي نعرفه بالحقيقة راح تكون هذه هي X-Note وهذه هي بالحقيقة X-1 فهذه حسب نظامنا الأصلي اللي نحن قلنا بR sorry X-Note في R-S-0 زائدًا X-1 في R-S-1 هذه إذا أجينا ردنا نطبقها طبعاً R هنا بهذه الحالة هي 10 فراه يكون عندك X-Note اللي هو 5 في 10 S-0 اللي هذه كلها قيمتها 1 طبعاً زائدًا الخمسة الثانية هذه طبعاً هذه الخمسة هي هذه X-Note وهذه الخمسة هي هذه X-Note X-1 طبعاً في الأساس اللي هو R-10 S-1 بالحق شون معناتها؟ معناتها هي 5 في 10 اللي هي 50 زائدًا 5 في 1 واللي هي قيمتها 55 يعني هذه هي الطريقة اللي احنا نعرفها بشكل طبيعي يعني احنا نعرفها أنه هو 55 بالنظام العشري طيب ماذا عن الأنظمة الأخرى؟ رح نأخذ هسا الآن في المثال بالنظام السوداسي نسوي Clear All Drawings رح نأخذ الرقم اللي هو يعني بيه جانب كسري وجانب عشري 2 3 4 dot 2 6 هذا الجزء الصحيح وهذا الجزء الكسري بالنظام السوداسي يعني هاي ال-R بالحقيقة هنا 6 هي أهنا أيضا نفس الحالة شو رح نقول؟ رح نقول 4 في 6 والصفر هذه هذه الأربعة اللي هي X-Note في R والصفر زائدا الثلاثة في ال-R اللي هي 6 وسواحد زائدا الاثنين في ال-R وس اثنين هاي الثنين وهاي الثلاثة وهاي الأربعة هسا هاذا شنو الجانب الصحيح طبعا هاذا هميني زائدا هاذا الثنين رح تجينا في ال-6 وسالب واحد اللي هي هذه X-1 في ال-R وس-1 زائدا ال-6 هذه هذه ال-6 في ال-6 وس-2 هذا هو المقدار نجي بعد نحسبه يعني بالحاسب بشكل طبيعي هذا طبعا ال-6 والصفر هي واحد هذا بالحقيقة يعني أربعة زائدا هذه ال-3 في-6 18 زائدا هذه ال-R طبعا مثل ما ذكرنا هي 6 وس-2 هنا طبعا 6 تربية 36 في 2 72 زائدا هذه بالحقيقة هي 2 على 6 يعني ال-6 السالب واحد هو بالحقيقة يعني واحد على 6 زائدا 6 على 36 بالحقيقة هذه ال-6 والسالب اثنين هي معناتها 6 تربيع ولكن واحد على 6 تربيع فهذا بعد صار ادي فد رقم معين يعني أقوم بحسابه راح تطلع ادي قيمة هذا المقدار في النظام العشري يعني كأنه أنا قمت بتحويل هذا النظام أو هذا الرقم من النظام السوداسي إلى النظام العشري النظام اللي أنا أعرفه وهكذا بالنسبة لبقية الأنظمة الأخرى راح نأخذ أيضا بعد فد مثال آخر عن مو تتوضح الفكرة بشكل أفضل Clear Drawings أيضا راح نأخذ فد رقم اللي هو بالحقيقة 1492 بالنظام العشري سوري 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 Clear راح نأخذ الرقم اللي هو 45 Point 4 طبعا هذه Point يعني فارزة عشرية بالنظام الثماني هذا طبعا أيضا نفس الحالة راح تكون عندي خمسة في ثمانية والصفر هذه الخمسة زائدا أربعة في ثمانية وسواحد زائدا هذه الأربعة طبعا زائدا أربعة في ثمانية وسالب واحد هذه الأربعة ليش هذه سالب واحد لأنه هذه بعد الفارزة جانب الكسري هذه الخمسة واربعين لأنه هي في الجانب الصحيح ثمانية والصفر هي واحد بالحقيقة يعني هذه فقط خمسة ثمانية في أربعة 32 زائدا هذه أربعة بالحقيقة تقسيم ثمانية اللي هي نصف يعني ثمانية والسالب واحد هي بالحقيقة واحد على ثمانية فأربعة على ثمانية هي نصف معنا تعدنا 32 زائد خمسة 37 ونصف هذا هو المقدار يعني بالنظام العشري اللي احنا نعرفه يعني هذه قيمة العدد نفس هذا حولنا العدد كأنه من النظام الثماني الى النظام العشري اللي احنا نعرفه نفس الحالة بالنسبة لبقية الأعداد ببقية الأنظمة هذا هو تقريبا كل اللي يعني حبينا انه نسولف عنا بهذه المحاضرة خليني أشوف إذا اكو عدنا فاتشي نقدر نسوه ايضا نيو أول شي لا خلينا ننسل هذا stop share cancel stop sharing ونرجع ايضا الى السلايد فهذه هي طبعا الأمثلة اللي احنا شفناها قبل قليل يعني شرحناها 5 في 8 او صفر زاعدا 4 في 8 او صفر واحد وهنا ايضا ثمانية والسالب واحد حسبناها طبعا وهذا الرقم ايضا حسبناها هذه الأمثلة ايضا نفس الشيء مثل ما ذكرنا هذا الشيء موجود يعني ينطبق على كل الأنظمة اذا قلنا بأنه البيس 2 اللي هو النظام الثنائي بايناري نمبر صفر واحد بيس 8 النظام الاكتال يسمونه نظام الثماني اللي هو يحتوي على الأعداد صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة البيس سكستين اللي هو هذا الأكثر شيوعا والأكثر شهرة في عالم الحاسبات اليوم اللي هو يسمونه الهكسا ديسيمال نمبرز الأرقام السوداسية عشر ليش السوداسية عشر؟ لأنها تحتوي على ستة عشر رقم اللي هي من الصفر إلى التسعة هذه الأرقام الطبيعية العشرية وراها تجينا الأي البي السي الدي الدي الاف الدي تقابل العشرة البي تقابل الهدائش السي تقابل اثنائش الدي تقابل ثلاثة عشر الدي تقابل أربعة عشر والأف تقابل خمسة عشر فهذا أيضا مهم جدا يعني دائما رح يكون عندنا عمليات تحويل كثيرة جدا ما بين النظام الثنائي والثماني والعشري والسوداسي عشر كعمليات رياضية على هذه الأنظمة تماما نفس القواعد الموجودة في أنظمة يعني في العمليات الرياضية الجمع والطرح والقسمة والضرب في الأعداد العشرية ولكن مع مراعاة الحالة الخاصة لهذه الأعداد يعني هنا أنا مثلا عندك إذا أردنا نجمع هذين العددين الثنائيين يعني هذا الرقم زادا هذا الرقم رح أجي أقول واحد زاد واحد بالحقيقة هي صفر باليد واحد لأنه واحد وواحد هي اثنين الثاني 1 أجد 1 أجد 1 0 و 1 1 أجد 1 1 1 1 صفر 1 . ينزل أدي هذا الواحد فأيضا يعني عملية الجمع والطرح والقسم والضرب للعداد الثنائية وبقية الأنظمة أيضا سهلة جدا هذا كمثال بسيط جدا إن شاء الله يكون واضح إذا أكوفت حاجة إلى أمثلة أخرى رح نخليها إن شاء الله في فيديو مستقل فقط أمثلة على الجمع والطرح والقسم والضرب بالنظام الثنائي والثماني والعشر والسدى والسدى عشر وهكذا أيضا إذا ردنا نعمل عملية الطرح 1-1-0 1-0-1 0-1 ما يصير فنداين منها 1 يعني هذي يصير صفر وهذه يصير بالحقيقة ثنيا يعني 1-0 فاثنيا ناقص 1-1 هذا صار صفر ناقص 1 هما يصير أيضا نداين من هذا ما بي نداين من هذا ما بي هذا رح يصير صفر هذا رح يصير ثنيا نداين عنده 1 ولو خليني شوية أشوف إذا أكو أمكانية أنه 10 Very thin أو thin نعم خليني أعيدهم من البداية 1-1-0 1-0-1 0-1 ما يصير فنجي هنا نشطب على هذا هذا يصير صفر وهذا بالحقيقة رح يصير أدي 1-0 الواحد صفر اللي هي ثنيا ناقص 1 ناقص هذا الواحد رح يبقى أدي 1 هنا ايضا رح يكون عندي صفر ناقص 1 ما يصير فأجي أدائي من هذا ما بي أدائي من هذا ما بي أدائي من هذا هذا رح يصير صفر وهذا رح يصير ثنيا بالحقيقة سوري رح يصير 1 طبعا رح أخذها من عنده الواحد رح يصير صفر أو ثنيا يعني ثنيا أخذ من عنده 1 يضل بس 1 وهذا يصير أدي 2 ثنيا ناقص 1 1 هذا ثنيا ناقص هذا الواحد 1 1-1 يبقى أدي 0 وأيضا 1-1 أو بالحقيقة ثنيا ناقص 1 1 أو 1-0 1 وأخير شيء يبقى أدي 1-1 هذه البقية شوية المساحة صغيرة جدا أتمنى أن تكون واضحة يعني تقدرون أنه تراجعوها في ورقة وقلم رح تشوف بأنه عدك يعني 1-1-0 1-0 0 0-1 ما يستير لازم للدين 1-1-0 وهكذا أيضا بالنسبة لعمية الضرب نفس الحالة إذا عدك 1-0-1 مضروبة في 1-1-0 رح نجي ناقض هذا الصفر نقول صفر صفر في 1 صفر صفر في 1 صفر في الواحد والصفر والواحد ثلاثة أصفر نترك مرتبة اللي هي الصفر بعد ذلك ناقض هذا الواحد هذا الواحد في هذا النكل تنزل مثل ما هي بعد ذلك أيضا نترك مرتبتين ونجي نأخذ الواحد نضربه في هذا 1-0 1 الأخير بالنهاية ينزل مثل ما هو فيبطي يطلع لك هذا هو الناتج النهائي وهكذا بالنسبة لبقية العمليات الرياضية على كل الأنظمة الأخرى الآن نجي إلى عملية التحويل ما بين النظام العشري والثنائي هذه إن شاء الله راح نشرحها بشكل مفصل في الفيديو القادم فخليكم إيانا تحياتنا الجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة